أنا بتصدفوني عشان أتكلم على عز أصدقاء لي وزملاء في هذا الجيل يعني حقيقة أنا حقيقة حازم خالد بعتبره أكتر واحد في النادي الأهلي أنا عشرتم وعشرة قريبة جدا لأن أنا هو ما كناش بنفترق في كل السفريات داخل مصر وخارج مصر في الأدغال في أفريقيا أو في المشيطة الصعبة في بورسعيد والإسماعيلية والإسكندرية وحيطة ديت وكنا بنخش مع بعض في كل الأوقات وبنتزامل في الغرف وفي الأكل وفي الشرب وفي الملعب وفي كل حكة الحقيقة حازم خالد الحقيقة أنا أول علاقتي بيه كانت لما كان عمور واحد وعشرين سنة في الناشئين وقتها مع الكابتن محمود الجهري كان ماسك المجموعة ديت وأنا لما جيت من السودان سنة تلاتة وسبعين طريت أن أتمر معهم فترة عشان برضو كان العدد كبير جدا وقتها كانت فيه جيلين مع بعض جيل سبعة وستين وتسعة وستين وسبعين مع الجيل بدأ التلامزة اللي هو الجيل اللي هو كابتصالح سليم عمله اللي هو فيه الكمل لحد منتصف التمنينات فطريت أن أنا أجي عشان عدد كان في ملعب كبير أقول لأتمر مع الناشئين قبلت الحازم بقى ومن الصدفة الغريبة أنه إحنا الاثنين كنا في جامعة القاهرة كلية الهندسة هو سيب الإنجينير مدني وأنا إلكترونيك وأنا يعني في الكميونيكيشن اتصالت وطبعاً هذه كمان كانت يعني رحلة طويلة جداً في التعليم وكننا نذاكر مع بعض في المطشات وفي المعسكرات ونأخذ كتبنا معانا يعني حقيقة كانت حقيقة معركة كانت علمية رياضية كبيرة جداً عشناها مع بعض أنا وحازم حقيقة وحازم لو يعني لو موقف مشهود بها حقيقة كان أكتر لائب يعني صبور جداً كان ينسى ممكن الهدوكوت يبدأ مثلاً بيلعبين معينين وحازم ده كشكول يحط باك شمال يحط باك يمين يحطه خاف يحط كل حاجة ومن أشهر مصشاته معانا طبعاً مصش الأهل والزمالك 4-2 لما كان بيلعب باك شمال يعني حقيقة في كل المراكز الحقيقة تلاقيه موجود حقيقة وأنا أتمنى في هذا البرنامج إحكي عن موقف حصل في هذه المباراة موقف طريف جداً 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 وكل الناس عارفها لما محمود الخواجة شد شعري وأنا بقى جيت أخد حقي لقيت حازم ده بقى دخل عليه بقى وهاجم على الخواجة ورح طرحه أرض فكانت حقيقة من المواقف الغريبة جداً في المباراة دي فسألت حازم وتقولي حازم أنت اللي خلاك تعمل كده قال لي ليت نفسي فكرة كده حسيت إنه أنا بيت وحش عاز أخش قلتله قلتله لا يعني كنت محود أخواجة ما كانش قصده ده عب حي على خلق وإلاقاتنا كانت قوية جداً مع بعض دي برضو حاجات معينة لازم أقولها حازم خالد برضو طبعاً يعني قعد من 73 يمكن أو 74 لحد دي كام وتمانين لحد ما يعني اتخرجنا وعلي كده اشتغل في البيزنس يعني حتى أنا زي عملت كمان في الشغل مع بعض دخلنا في بعض المشاريع مع بعض الحقيقة وسعيد جداً إنه هي هذا البرنامج بيلقى الضوء على هؤلاء اللاعبين الناس ممكن تنسوهم على فترات بعيدة لكن الحمد لله إنه هو من الناس اللي موجودين كانوا في زاكرة كل الجيلة بتاع السبعينات وأوالي التمانينات وتمنى للتوفيق إن شاء الله